جماعة دوج من خلي الناس خلاص عقلها حيطير النهاردة حوالي ستين في المية ستين في المية يعني مش ممكن مش ممكن الحركة كانت قوية زيدا بتاعت النهاردة مش قادرين نتخيل حجم الارباح اللي بتحصل في خلال الارباح و عشرين ساعة ديه خلينا ورغي لك اللي بيحصل مبارح حنا كنت قايل ان المدير التنفيذي بتاع تويتر اللي هو الجديد بعد التاني اللي اتطرده إيلون موسك هو قال ايه بعد المدير التنفيذي إيلون موسك بيقول ان التسلا هتقبل الدفع بدوج قريب جدا فبالتالي إيل حصل النهاردة زي ما احنا شايفين كده حوالي ستين في المية تحرك قوي جدا جدا فيس يعني بصش ادي يوم اتنين تلاتة اربعة ادي النهاردة بقوة طبعا دوج لسه بيحاول ان هو يكمل ولكن من الممكن ان الناس كتيرة جدا تاخد ارباحها من الطبيعة ان احنا نشوف تراجع في السعر او ربما نلجد ان ده يعتبر السعر الجديد بتاعها عموما اللي معا دوج دلوقتي اتوهم جدا جدا باللي حصل وخصوصا ان انت لو شايف لو كنت انت مشتري من كام يوم لما جاء الكون بيز مبارح تقريبا كان بيقول ان حصل تراجع في الدوج بنسبة 5% أو 6% وبعدين بصوا اللي حصل النهاردة 50-60% تقريبا ارباح في حاجة تانية برضا قلتها في تويتر قلت ان المدير التنفيذي بتاع تويتر بيقول ان الدوج كوين هتكون جاهدة ان هي تطلع لدولار ويا ترى هل هي دي تنبيه من تنبيهات الحيكان فطبعا الناس دي مش بتتكلم من اعتباعة ولكن بتتكلمه على البوران الجديد والها دي ليست نصيحة استثمارية ولكن هذا كلام هو بيقوله ده كلامه ده رأيه بالنسبة للمدير التنفيذي اللي هو شغال دولاتي تحت مين تحت ايد اولم ماسك يا جماعة في نفس الوقت اللي احنا بنصور بص بيحاول دوج يعمل ايه وبيحاول يكمل وبيحاول يختار اه مناطق جديدة زي منطقة التلاتاشر وربعتاشر من جديد وربما عايز يدخل في منطقة الخمستاشر ولكن ده اللي حيبان معانا في الساعات الجاة التالية اظن ان في ناس كتيرة زودة من ممكن هي اه تقفل هنا وتاخد ارباحها ولكن في مطامع للمستقبل في ناس لسه دخلة لسه واخد بالها من الخبر لسه بالها واخد بالها من الفيديو دوت ومن اللي بيحصل في السوق ولسه دخلين دلوقتي فطبعا المقاومة شديدة جدا بين الناس اللي هي اخدت ارباحها والناس اللي هي لسه دخلة دلوقتي طبعا ايلون موسك جنن الناس كلها وعمل حاجات رهيبة جدا وخلى اللي بيحصل اللي احنا شايفينه ده ايلون موسك له تأثير كبير جدا على السوق مش هو بس ارنى رجل في الارض بل انه برضو زكي جدا انه هو لو حطف فلوشه فيها واتكلم بالطريقة دية تخيل ارباحه هتبقى ديه اتمنى لكم بغيب حطفي مع سلامة